ومع أننا النهاردة بنحتفي باليوم العالمي للمرأة وبما أن المرأة هي رمز الجمال والحب والتضحية فلازم يكون عندنا نمازج لقصص الكفاح والحب منذ الوقت معينا حكاية زوجين من المنوفية من ذوي البصيرة قصتهم بدأت من الطفولة ساعدوا بعض تسندوا على بعض والاتنين بيشتغلوا مدرسين وعندهم موهبة الموسيقى وستهم حل جدا في الهياء كمان أنهم غير أنهم طبعا نموذج للكوبل اللطيف جدا الزوجة محبة دايما بتكون سند لزوجها وبيكملوا مع بعض في كل الأحوال خلونا نشوف حكاية عاطف وصفاء في التقرير اللي جاي بدأت معرفة بممشروع كانت في المرحلة الابتدائية في أول التامينات لأن احنا طبعا نمضلنا الابتدائي من هنا من المنوفية الشبين معنا النور والأمل اللي كان فيه شكوليت تربية على عيبنا ما كانش فيه إعداد والثنوي في الأقاليم فكنا بالاختارية القاهرة إسكندرية فعادنا مع بعض هنا ست سنين وبعد كده رحنا إسكندرية هي رحت محرم بي وأنا رحت زيزينيا بحكم أن التربية الخاصة في إسكندرية كانت مقسمة البنات في مكان والشباب في مكان هو أكتر حاجة شدتني لعاطف زي ما هو يمكن يكون ألف في الطفولة أن عاطف كان يحب زملوه أو يحب يدفع عننا أن كنا في مدرسة مشتركة مع الزوجة الفتياجات الخاصة صموا بكم فكانوا دائماً وأبداً الكافيف بالنسبة له ومعرفش هو مشكلة ليه رغم أن إحنا كنا في حفلات مشتركة دائماً بيننا وبين بعض إحنا بالغنى وهم بالتعبير الحركي أو بالرأسات التوقعية فعاطف لو كان حصل أي شيء بيننا وبين أي أخرص زي ما إحنا كنا بنقول وقتها كان هو أكتر حد الدرع الحامي للمكفوفين عمتان الأقوى حاجة بالنسبة لي أو غليتني أبص لمشروق كارتباط أنا ما بقتلش بالحب الوهمي الغزل والعينين والشعر والطول والعرض لأن عندي كل ما هو تفاهم هو بتولد عنه الحب ارتفاطي بمشروق قناعة أن هي إنسانة زيها زي غيرها الحب روحها المرحة هزارها في حدود إمكانيات بنت مجدعتها تعاونها مع الغير تفضلها لغيرها أكتر من نفسها يعني ممكن تدي أكتر ما تاخد وعمرها ما فقدت وعايزة يعني فتا كله تعاونها مع زاملاتها في الابتدائي تسرح شعرهم لبسوهم نزولهم الطبور نزولهم المطعم لأن ده كان دور نحنا ككبار يعني نحنا في المراحل الابتدائي أو العدادي كان الكبير دايما مسؤول عن الله صغر منه خوفي في المرحلة الأولى إن المجتمع الريفي هو يرفضهم إن ما تقبلش إن اتنين من المكفوفين يبقوا مرتبطين ببعضيهم ويعيشوا حياتهم زيهم زي اللي حواليهم إليك هيأكلك الشاي، هتشربك إزاي، هتوديك إزاي هتغسل هدومك، هتكويلك، هتنصق لك لبسك، هتقعد معيالك دي زي كلهم طبعا دي حاجات من دين الحاجات الموجودة في المجتمع الريفي ومرفوضة لازم الكفيف ياخد مبصرة والمبصر لازم ياخد كفيفة عشان واحد يشير واحد لكن مش فيش قناعة من وهم أو كمجتمع إن لا، أنا لو لي ظروف معينة ما منعتنيش إناش حياتي زي زي أي غيري زي الناس الحوالي، زي زوجين عايشين أكلنا، شربنا، لبسينا، اعتمادنا عن نفسنا، مروحنا، مجينا نجحنا في ظرفنا، يمكن بنسبة وجودنا أكثر من المدرس نفسه في قلب المدرسة أنا لما ارتبطت بعاطف حبه الأهل وخلاني يعني أنا هقولها بلافظي لدارج أنا اتجوزت أم عاطف ما اتجوزتش عاطف في الأول ستي دي كانت كانت أم، كانت أخت، كانت أحد حد علينا هو كانت أكتر حد يلتطب علينا هو كانت أكتر حد يخلينا نصر على الإعاقة إنها مش إعاقة أنا زي زي أي حد كانت أكتر حد يعلمني إزاي أحضم بنتي أطبطب على بنتي، أقسع على بنتي وقت اللزوم أعتمد على نفسي زي زي أي ستة عدية ما نشنايسني أي شيء، ما اعتمدش على حد إلا في الشديد القوي موسيقى 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 الحاجة اللي كنت بتبقى تمنىها من ربنا إن يكون أول خلفتي بنت ويمكن يمكن ده عكس الناس الشرقيين بقى يقولك لا أنا عايز ولد في الأول عشان يريد يشيل اسمي لا أنا يمكن كان حبه من ربنا فضل ربنا الحمد لله إن أنا كنت بتبقى تعلق دايماً إن يكون أول خلفتي بنت والحمد لله ربنا الدهالي ويمانع عليها شرق أول خلفة بالنسبالي والحمد لله سوية زيها زي أي بنت موجودة حواليها كاملة النمو والإبصار برضو عودناها من صغرها إن هي تعتمد على نفسها معانا تتحرك معانا تروح تيجي معانا الشارع تيجي معانا المسجد تيجي تخرج معانا المشاوير في وقت من الوقات برضو المذاكرة بالنسبالها القراءة وكتابة طبعاً بطبيعة إن رحت الحضانة رحت مدرسة مع الوقت والزمن خلناها برضو تتعتمد على نفسها في الواجبات في واجباتها في دروسها في تجميع المعلومة اللي هي عايزاها وبناء عليها برضو هي شارت مسؤولية البيت معانا كمكفوفين لأن حست وعرفت وتأقلمت من صغرها إن هي مرتبطة بوالدها والدتها من فقيد الإبصار فهي كانت عارفة ومسؤوليتها من صغرها إن هي بتكمل الدور اللي هو ناقص لو نقطة الإبصار اللي خلاني أصريت على حياتي يا عمي أستاذ سيد الخلفاوي هو اللي علمني برأي اللي علمني أكتب علمني أقرأ علمني كل وجود علمني إن أنا مش أقل حد من أي حد برضو والدي لما خلاني أمسك عصاية الكفيف بس أمسكها خرزانة بتاعة راجل فلاح بسيط ويقول لي إخباطي في الحيطة عشان تعرفيها تاني ما تتخبطيش فيها وانت راجع تاني يعني الحمد لله رب العالمين أعتقد إن إحنا كاثنين رفيين معاقين بصري كانوا أهلنا متحدين بنا إعاقتنا مش إحنا اللي متحدين الإعاقة تماما بنتك عايزة تتباح قرية تتباح كتابة تشوف الواجب اللي خدته في الحضانة أو بعد كده الواجب اللي خدته في مدرسة طبعا كان برضو معايا أخواتي هنا في البيت كان برضو بتبعهم في موضوع القرية والكتابة لحد فترة معينة ولدي أختي برضو نفس النظام كانوا متواجدين معايا عندي نادا كبيرة بتاعتي نادا ممتصر ضيغي تمريض وهي بنتي البكر زيما بيقول وملك أختها طبعا فبحكم إن ملك ونادا كان يعني معايا على طول فهم برضو نقطة النظر والبص على الإراية وكتابة بالنسبة للبنات كان بيتابعوهم لكن كان مذاكرة وشرح ودروس وكام ده كله كان مسئوليتنا إحنا مشهوق لأن إحنا كان عندينا حاجة اسمها الكتب البرايل هي الحروف البرزة كنا بنجيبها طبعا سنة بسنة يعني كتب سنة أولا كانت عندنا تانية نفس النظام لحد ما آخر مرحلة هم بيقفوا لها فكنا بنجيب الكتب الدراسية بتاعتنا بطريق البرايل ونشوف الدرس وخليها التابعة تقرأ من عندها هي المبصر بتاعها وأنا طبعها بطريق البرايل وبناء عليها كنت بشرح لها الدرس بتاعها لو وقفوا سؤالها قدامها كابتان يا بابا السؤال ده إيه جابتوا أحله إزاي بس الحمد لله زي ما قلت حداك التوافق والتفاهم بالأسرة المحيطة بيك إن كان إخواتي إن كان ولاد إخواتي ثم الحمد لله خلينا وقفنا مع بناتنا في الأول لحد ما وقفوا على رجلهم أنا عندي رداية بتحب ترسم قوي شروق ما بتعرفش ترسم بس بيتحاول إنها عايزة تعمل حاجة فنية عايزة تعمل شغل إيد اللون ده يمشي مع ده اللون ده يمشي مع ده هم عالمهول يبقى في شغل الخرض اللي هو شغل إيدي واستمرت الدنيا والحمد لله لحد دلوقتي أنا نشاطي مفاعل وكل كل اللي موجودين معايا معاقين بصري اشتركوا في القناة